مخالد اليوم شو نصيح اللي ممكن توجهها للشعراء بعد هذه أول شي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف البرسلين خلني حسين أرحب في جمهورنا الكريم في مسرح شاطئ الراحة يستهلوا الترحيب ومتابعيننا ومحبين شعر المليون في كل مكان نهني أنفسنا أولاً ونهني الإمارات العظيمة على هذا التألغ وهذا الامتداد وهذه الاستمرارية في مثل هذه المهرجانات أو هذه المشاريع الثغافية والأدبية شعر المليون اليوم أصبح صرح أكاديمي يشارل في البناء نخرج آلاف أو كثير من الشعراء في كل موسم نقابل 1500 إلى آخر من الأعداد استطاعنا من خلالها أن نصدر كوكب جميلة إلى الساحة الأدبية والشعرية وخلينا نشكر الشيخ محمد بن زايد عزنا وفخرنا الله يطول بعمرة آمين الليل والله سبحانه وتعالى ثم دعمه وجهوده وتشجيعه ما استمر البرنامج ولا وصل إلى ما وصلنا إليه الآن طبعاً الموسم العاشر كلنا قلنا موسم استثنائي استثنائي من حيث أن الشعر وصل إلى قمة النضوج للأمانة والمتابع لجولات شعر المليون السابقة النسخة العاشرة إلى حظ هذا النضوج وهذا التطور الشعري عند إخواننا الشعراء ولعل إن شاء الله اخترنا 48 وطبعاً كانت المسؤولية صعبة جداً مثل ما قال ابو نزار يعني كان الفوارغ بسيطة بين الشاعر والآخر ولكن هي سياسة البرنامج 48 شاعر هم المتأهلين استثنائي في نجومه في شعراءه طبعاً توجيهي أو نصيحتي لأخواني الشعراء أنه كل شاعر يعتبر وسيلة إعلام بحد ذاته وتجاهها مسؤولية كبيرة يعني حافظ على هالمكان الذي أنت وصلت لها بكل النواحي أخلاقياتك وشعرك وما تقدمه من مواضيع هادفة ومهمة تخدم فيها وطنك وشعبك وجميع المجالات نسأل الله لنا ولهم التوفيق يا رب آمين يا أبو خالد ورحبك مرحاني بعضاً لديك بذهب أيضاً بالشكر وتزيل لك بس ما أقول بحكمه أبو خالد قولي رحب بندع ترحيف خاص يا حسين مرحباً بالإضافة الجميلة أنا أنا الأمانة قلت لي عنها أحسين أنا سعيد في وجود أختنا المتألغة ندا الشيباني يعني الكل يعرفها إعلامية ولكن اليوم معنا في المسرح هذا يعتبر إنجاز لشعر المليون أسأل الله لك التوفيق ندا أصولي بعمرك يا أبو خالد وأنا سعيد بانضمامي لهذا البرنامج الأشهر الأكبر للشعر النبطي ترجمة نانسي قنقر